نيجي بقى للموضوع بتاعي بس قبل ما اتكلم عن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت عايز اشوف اسمع مع حضراتكو يعني بعض الجمل من برنامج سابق كان بيقدمه على قناة اقرأ سمعونا يا شباب احترام الحياة في الاسلام لا نظرة له في كل الادان الاخرى يعني انا كنت من كام يوم بوعيد القراءة في سفر التسنية في التوراة وفي سفر يشوع النبي اللي جيه بعد موسى عليه السلام مقبني اسرائيل لقيت حاجات غريبة جدا لقيت انه هما في حالة الحرب مأمورين بقتل الجنود بقتل الاطفال بقتل النساء بقلع الزرع والحرس وفي كثير جدا من الحروب مأمورين كمان بقتل الحيوانات انا يعني يعني الكلام ده موجود في التوراة الموجودة دلوقتي بين الناس اه موجود الله امال هما ما بيتهموش اليهود ليه بالارهاب زي ما بيتهموا الاسلام ده القرآن من اوله الاخره واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيهاش كلام زي ده اقتلوا الاطفال والشيوخ حتى الاطفال يقولك اسطلو دول هيكبرو وهيحربونا المنطق ده موجود في سفر التسنية وفي سفر يشوع الله امال ايه الكلام اللي بتقال ده بقى الاسلام هو اللي فيه ارهاب ده النصوص هي النصوص هي موجودة في التوراة والممارسات كمان طبعا مش محتاجين اتكلمكم عن الممارسات انتوا عارفينها كويس اول الاسلام بقى الخشط الرئيس الجديد لجامعة القاهرة خلفا ليه الدكتور جابر نصر في الحالات لزي دي بنقول يعني ان شاء الله يكون خير خلف لخير سلف لكن حالة الضجة التي يستقبل بها حتى هذه اللحظة الدكتور الخشط مزعجة شوية ليه مزعجة شوية دكتورة عين يوم 1 اغسطس انبارح 2 اغسطس عمل مؤتمر صحفي في جامعة القاهرة من وجهة نظر كان مؤتمر موفق جدا لانه شرح فكرته وقال انه كان واحد من الكتيبة التي تعمل مع دكتور جابر نصر لانه كان نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب فالراجل شرب تجربة دكتور جابر نصر وهي تجربة تدرس صار في النظر عن انه بعض الاسوات الوقتي طلعت تتكلم عن جابر نصر لكن هذا موضوع اخر طيب الازمة بقى اللي الدكتور الخشت حصل موجود فيها ايه الوقتي هو متهم بشكل اساسي انه رجل متزمت ما سمعتموه كان في برنامج هو كان بيقدمه على قناة اقرأ او زي ما حضراتكو سمعتوه المسألة مش محتاجة شرح كتير يعني الرجل بيتكلم على انه التوراة فيها حض على العنف لكن مش موجود في الاسلام وانا اقدر اتفاهم هذا الفيديو في اطار حتى القناة اللي كان بيقدم فيها البرنامج بتاعي طيب النهاردة المعلومة اللي موجودة انه كسير من فيديوهات الدكتور الخشت على اليوتيوب تم حسفها يعني انا مش متأكد تماما من هذه المعلومة لكن بعض السادة المشاهدين الفضلاء يعني بعثوها اللي يمكن حتى على الهوى قالولي انه احنا بندور على الفيديوهات اللي فيها قراءة دكتور الخشت واللي هي بتعكس انه متعصب ومتطرف ولاخره اتحزفت من على اليوتيوب هذه المعلومة لا استطيع ان اؤكدها ولا ان فيها لكن بنقلها لحضراتكو لانها بتترد عدد كبير جدا من الناس بدأت تعمل تعليقات بيقولوا انه لما كان موجود الدكتور الخشت استاذ فلسفة وعايز اقول لكم انه ده حاجة عظيمة جدا انه يبقى رئيس جامعة القاهرة استاذ فلسفة هو بس مش استاذ فلسفة هو طبعا متخصص فيه فلسفة الدين والاتجاهات المعصرة واليونسكو في 2017 لما اعتمدت موسوعة الفلسفة العرب كان الدكتور الخشت احد الفلسفة اللي اعتمدوا من اليونسكو وفيه فرق بين اللي بيدرس فلسفة والفيلسوف يعني فيه فرق بين اللي بيشتغل بالفلسفة بيدرسها وبين الفيلسوف راجل عنده نظرية الكلام اللي قاله في الفيديو مش بعيد قوي عن انجازه لانه هو عامل انجاز مهم جدا فيه تطور الاديان وهو فهو استاذ بيقارن بين الاديان وبعضها طيب ما اعيبه على الدكتور الخشت انه الراجل تقريبا من الصبح قافل تليفوناته لقى الفيلسوعة من كل اتجاه يعني لقى فيه هجوم طاغي عليه من كل حت طيب الراجل يطلع ويواجه ويرد ولا يختفي لا من فعلش يختفي لانه انا افهم ما قاله ممكن يعني انا ضد طبعا السلفية العلمانية اللي موجودة في مصر لانه زي ما فيه سلفية دينية اسلامية وفيه سلفية مسيحية فيه سلفية علمانية لهم على طول نصبوا المشانئ للراجل وقال لك امسك متطرف على كرسي رئيس جامعة القاير شوفوا قال ايه شوفوا عاد ايه على فكرة الفيديو ده احتفت به القنوات الاخوانية وده ما خلنيش اتردد ان انا جيبي الفيديو وعريضه لان احنا عايزين بالناقش مناقشة حرة نقول للراجل واللي عليه فجماعة بتوعص السلفية العلمانية اول اول على طول قال لك لا دي سنة سودة شوفوا شالوا جابر نصار اللي كان بيحارب للتطرف وجابوا الراجل المتطرف مش اللي هو هيساعد التطرف لا المتطرف طيب هنا مجموعة من الاسئلة بشكل واضح جدا هذا الرجل لديه افكار لديه افكار وهذه الافكار تتنافى مع ما نريده للدولة المصرية تمام ومن كلامه يأخذ عليه يعني انا بنقولش كلام بعيد اه هو بتكلم انه فيه تطور للاديان وانه اليهودية فيها حض على العنف والقتل لكن الاسلام ما فيهوش معني انا رجل اعتبر نفسي اني يهودي مسيحي مسلم لانه والاسلام قالك تؤمن بكل الديانات طيب هنا بقى الدكتور الخشت لازم يطلع ويتكلم واذا اراد انه يكون ضيفي بكرة فانا ارحب بي جد انت يا دكتور متهم في موقفة الفكري انت متهم بانك رجل متطرر ورجل متزم ورجل تقوم بالتمييز على اساس الدين لانه انت مثلا قلت انه لما اعتراضا على فكرة يعني ان احنا نرفع الخانة الديانة من الاوراية الرسمية في جامعة القارة انت قلت ديني وافتخر به فلماذا اخفيه انت قلت ذلك والناس قالت ووفصرت انه ده نوع من التمييز الدين فانت متهم باتهمات خطيرة جدا لا ابرئك ولا ادفع عنه يعني لا ابرئك ولا ادينك المسألة قدام حضراتكم قام علمية اعلن انه هو هيحارب التطرف جامعة القارة فالناس سألت كيف لمن يحمل هذا الفكر المتطرف ان يحارب التطرف اطلع يا دكتور اطلع ودافع وقول وشرح لانه الناس احنا عاديين مع بعض عاديين مع بعض انا هنا يعني اتخلق تخليت عن عاتي انا لو بكتب الموضوع في الجورنان كنت كتبت لان عايشه لكن هنا انا بقول بحط المسألة بشكل واضح جدا وادعو الدكتور ابو الدكتور الخشت ليحوار مفتوح ولمناقشة مفتوحة مع من يعرضه ومن يحتاج عليه الصمت لن يجدي ولن يفيد يا فانت طيب احنا عندنا مفاجأة لحضراتكو بكرة ان شاء الله اعرضوا لي بس جماعة التحذير اللي عندكم ده تحذير نزل في جريدة الجمهورية اول مرة نزل يوم 2 يوليو تقريبا من شهر ونزل اربع مرات تحذير ده بيقول تحذر هيئة الاوقاف المصرية المواطنين والجهات الحكومية وغير الحكومية بعدم التعامل على الابراج المعروفة باسم جمعية الرودة او جمعية ضباط الشرطة بالغربي والمقامة على ارض ملك هيئة الاوقاف المصرية بوقف الخديوي اسماعيل بنحية قسم المنتزى بالاسكندري وفي حالة التعامل عليها او اجزاء منها سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية والجنائية تحذير ممكن تعتبروا عابر يعني يعد عليكم ما تاخدش بالك منه لكن هذا التحذير من خلاله هنقدم لحضراتكو بالوسائق والمستندات والصور ما نكشف به عن اكبر تنظيم نصب في مصر خلال الخمس ست سنوات الاخيرة كرسى بكل المقييس هذا التنظيم في ايد وزارة الدخلية الوقتي ناس مقبود عليها لكن هنقول لحضراتكو ازاي هذا التنظيم اللي هو نصب على المواطنين وعلى الدول يعني نصب على المواطنين وعلى هيئة الاوقاف فده قصة ننفرد بها غدا ان شاء الله بعد الفصل احنا معانا حوار مهم جدا مع اللي هو ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي اللي تعبعه ده الصالحية احنا صورنا هذا الحوار في مقر الجهاز وكان لينا السابق انه احنا نشوف الغرفة اللي بيتم فيها مسألة التعداد التعداد هيولن عنه فيه مفروض في شهر سبتمبر اللي جاي وهيبقى فيه احتفال كبير اعتقد انه السيد الرئيس هيشارك فيه او انه الجهاز بيحاول انه الرئيس يدعو الرئيس للمشاركة فيه هذا الموضوع اللي هو ابو بكر هو رجل ارقام والارقام في الغالب لا تجزب وكان هذا الحوار صادق جدا ومباشر جدا وعفوي جدا واعتقد انه حضراتكو مش هتستفيدوا بس بهذا الحوار ولكن هتستمتعوا ايضا انا هسيب حضراتكو للحوار واقول لكم تصبحوا على خير وتصبحوا على وطن والتقي بكم غدا ان شاء الله اشتركوا في القناة